سامسونج جالاكسا زد فولد خمسة هاتف المستقبل في عام 2019 أطلقت سامسونج بأول هاتف ذكي قابل للطي لها وهو جالاكسا زد فولد كان هذا الهاتف بمثابة ثورة في عالم الهواتف الذكية حيث قدم شاشة أكبر وأكثر تنوعا من الأجهزة التقليدية وفي عام 2020 أطلقت سامسونج الجيل الثاني من جالاكسا زد فولد وهو جالاكسا زد فولد اثنان تميز هذا الهاتف بتحسينات كبيرة في الأداء والتصميم مما جعله أكثر جاذبية للمستهلكين وفي عام 2021 أطلقت سامسونج الجيل الثالث من جالاكسا زد فولد وهو جالاكسا زد فولد ثلاثة تميز هذا الهاتف بشاشة أكبر وأكثر سطوعا بالإضافة إلى كاميرا أفضل وفي عام 2022 أطلقت سامسونج الجيل الرابعة من جالاكسا زد فولد وهو جالاكسا زد فولد أربعة تميز هذا الهاتف بشاشة أكثر مقاومة للكسر بالإضافة إلى معالج أسرع وكاميرا أفضل وفي عام 2023 أطلقت سامسونج الجيل الخامسة من جالاكسا زد فولد وهو جالاكسا زد فولد خمسة تميز هذا الهاتف بتصميم أكثر أناقة وأداء أفضل بالإضافة إلى سعر أقل من الإصدارات السابقة أهمية جالاكسا زد فولد فاصلة خمسة يعتبر جالاكسا زد فولد خمسة من أهم الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها واحد السعر الأقل يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بسعر أقل من الإصدارات السابقة حيث يبدأ سعره من 1199 دولار أمريكيا اثنان التصميم الأنيق يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بتصميم أكثر أناقة من الإصدارات السابقة حيث يأتي بإطار معدني وظهر من الزجاج ثلاثة الأداء الأفضل يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بأداء أفضل من الإصدارات السابقة حيث يعمل بمعالج كوالكم سناب دراجون ثمانية زائد جين واحد مميزات جالاكسا زد فولد فاصلة خمسة يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بالعديد من الميزات ومنها واحد دعم الشحن السريع يدعم جالاكسا زد فولد خمسة الشحن السريع بقدرة خمسة وعشرون واطن اثنان بطارية كبيرة يتميز جالاكسا زد فولد خمسة ببطارية كبيرة بسعة أربعة ألاف وستمئة ميلي أمبير في الساعة ثلاثة دعم القلم اسبين يدعم الجهاز القلم اسبين مما يوفر للمستخدمين تجربة كتابة ورسم أكثر راحة أربعة دعم تقنية واي فاي ستة اي يدعم الجهاز تقنية واي فاي ستة اي والتي توفر سرعات اتصال أسرع وأكثر موثوقية خمسة شاشة قابلة للطي يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بشاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة وهي أكبر من شاشة الإصدارات السابقة ستة كاميرا خلفية ثلاثية يتميز جالاكسا زد فولد خمسة بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابسل سبعة مقاومة الماء والغبار يتميز الجهاز بمقاومة الماء والغبار بدرجة اي بي 68 مما يعني أنه يمكنه تحمل الغمر في المياه لمدة تصل إلى ثلاثون دقيقة ثمانية معالج سناب درابون ثمانية زائد جين واحد يقدم هذا المعالج أداء أقوى بنسبة تصل إلى عشرون في المائة من معالج سناب درابون ثمانية جين واحد الموجود في الإصدار السابق مما يوفر تجربة ألعاب وأداء أسرع بشكل عام تسعة كاميرا أمامية مدفونة تحت الشاشة تم تثبيت كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابسل تحت الشاشة في الجهاز الجديد مما يوفر تجربة عرض خالية من المقاطع 10 شاشة خارجية أصغر يبلغ حجم الشاشة الخارجية لجهاز جالاكسي زد فولد خمسة ستة فاصل سبع بوصة مقارنة با سبع فاصل ستة بوصة في الإصدار السابق وهذا يجعل الجهاز أكثر سهولة في الاستخدام بيد واحدة بشكل عام يمثل هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد خمسة ترقية جيدة عن الإصدار السابق فهو يقدم أداء أقوى وشاشة خارجية أصغر وكاميرا أمامية مدفونة تحت الشاشة ومقاومة الماء والغبار ودعم القلم اسبين وتقنية واي فاي ستة عيوب جالاكسي زد فولد فاصل خمسة بالرغم من المميزات والإمكانيات المتقدمة التي يتميز بها إلا أنه يعاني من بعض العيوب من بينها واحد ضعف مقاومة الماء والغبار لا يدعم جالاكسي زد فولد خمسة مقاومة الماء والغبار اثنان السعر المرتفع يعتبر سعر جالاكسي زد فولد خمسة مرتفعا نسبيا حيث يبدأ سعره من 1199 دولارا أمريكيا ثلاثة صعوبة الاستخدام قد يكون استخدام الهاتف صعبا في بعض الأحيان وذلك بسبب صغر حجمه وكبر حجم الشاشة أسعار جالاكسي زد فولد فاصلة خمسة يبدأ سعر جالاكسي زد فولد خمسة من 1199 دولارا أمريكيا ويختلف السعر حسب السعة التخزينية وفيما يلي أسعار الهاتف في بعض الدول العربية مصر ثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري إصدار 128 جيجا بيت السعودية خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي إصدار 128 جيجا بيت الإمارات خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون درهم إماراتي إصدار 128 جيجا بيت في الختام سامسونج جالاكسي زد فولد خمسة هو هاتف ذكي قابل للطي يقدم مجموعة رائعة من الميزات الجديدة والتحسينات فهو يجمع بين مزايا الهواتف الذكية التقليدية مع قدرات الكمبيوتر اللوحي مما يجعله خيارا رائعا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي وقابل للتخصيص اشتركوا في القناة